السلام عليكم اخوان مرحبا بكم في فيديو جديد فهذا الفيديو ان شاء الله غا نبدأ معكم مراجعة لديل درس ديالكم من اول سنة دوك لك اول مرة غادي تبدأ مادة الفلسفة مازال ما فهموه له مازال ما بديتش في مراجعة هدي الفرصة لي عندك باش انك تبع معي كل شي ان شاء الله غادي نحطو لكم سافي بالنسبة للدرس الاول اسمته درس الشخص هالدرس هدا فيه ثلاثة المحاور المحوار الاول الشخص والوية المحوار التاني الشخص بس في قيمة والمحوار الاخر اللي هو الشخص بين الضرورة والحرية كل محوار غا نشوفو فيه ثلاثة العناصر غا نشوفو المفين فلسفية وغا نشوفو كذلك الاشكال اللي كيطرحوا المحوار يعني السؤال اللي عندنا في المحوار وهنشوفه كذلك المواقف الفلسفية المواقف الفلسفية بطبيعة الحال غاي يجاوبوا لنا لدك السؤال اللي كيكون ما تروح في المحوان صفي إخوان نبدو ده باب أول حاجة اللي هي المفهم فلسفية عدنا مفهم الشخص وكل دات عاقلة تتحمل مسؤوليته فعلية الأخلاقية والقانونية والاجتماعية باش تفهمت المفهم هذا انت لقي غيم الراسك انت دبك تسمى شخص شنو عندك؟ عندك دات؟ عندك كذلك عقل؟ ذاك شيرج قلنا دات عاقلة وكذلك كتحمل مسؤوليته لك في الحياة ذاك شيرج قلنا كل دات عاقلة تتحمل مسؤوليته فعلية الأخلاقية والقانونية والاجتماعية هذا هو المفهم ديات الشخص مشو نشوفه المفهم الثاني اللي كيهمنا اللي هو الهوية شنو كان عني بلوية؟ حالة الوحدة والتطابق والانسجام بين الشخص وذاته جوهاره ومظهاره شنو كان عني بلوية؟ واحد الحاجة اللي كتبقى في الإنسان ما كتبتلش صافي؟ أنا نعطيك مثلا مثلا خديتي واحد الألبوم ديال الصور شفتي الصورة الأولى فاش كانت عندك مثلا خمسات سنوات وشفتي الصورة الثانية اللي عندك خمسة عشر سنة دابلا شفتي هادوك جوش تصور واش غادي نقولوا هاد الشخص مختلف على هاد الشخص؟ لا بطبيعة الحال انت واحد الشخص واخدت بتلفيك الشكل واخدت بتلفيك المظهار تزاد لك الوازن بقيت انت هو هو هادية الهوية مشو دابا نشوفوا السؤال اللي كي تروح المحور على ماذا تتأسس هوية الشخص؟ وهل هي تابتة متغيرة؟ بمانا غادي نعرفو شنو اللي كي أسس لنا ديك الهوية؟ مناش كتكون ديك الهوية؟ شنو العناصر اللي كتكون لنا ديك الهوية؟ وغادي نعرفو كذلك وش هي تابتة ولا متغيرة؟ يعني كتبقى تابتة دائما ولا كتغير مع مرور الزمن؟ بالنسبة لمواقف ديل فلاسفة غان بداو به ديكارت ديكارت كي يقولنا بأن اتاس ويات الشخص هو العقل او التفكير جولو كي كي يقولنا بأن اتاس ويات الشخص هي الشعور او الداكرة شوبناور كي نقل بأن اتاس ويات الشخص هي العرادة دبا غان بدا نشرح لكم كل فيلسوف كيفاش كيفسلنا بما انوية الشخص이 تكون عنده؟ ديكارت كي ما قلت لكم قال لنا بأن أساسوية الشخص هو الفكر بطبيعة الحل اللي عنده علاقة بالعقل يعني أي واحد عنده العقل راب يمكنه يفكر صفي؟ كيف ما كتبتوه؟ كتبتو أساسوية الشخص هو الفكر أو العقل راب حل بحل كيفاش كيف يفصلنا ديكارت هاد الأمور هدي؟ انطلاقا من الكوجيتو الديكارتي شنه الكوجيتو الديكارتي؟ هي ديك المقولة الشهيرة اللي عنده أنا أفكر إذا أنا موجود بمعنى كي يقول لنا أي واحد كيفكر بمعنى عنده العقل كيتبتل وجود دياله وبالتالي لاتبتل وجود دياله راتبت كذلك لهوية الشخصية دياله ذاك الشي اللي كنقوله بأن أساسوية الشخص هو العقل صفي؟ وديكارت را كيتعتبر فالاسوف عقلاني يعني دائما هو كيتدخل بالعقل يعني كي يقول لك جاء أي حقيقة ولا أي معرفة بغينا نتوصلوا لها خسنا نستخدمو غير العقل ديالنا خسنا غير العقل يتقبل لنا ديك الفكرة اللي كان بحثو عليها صفي؟ وكي يقول لنا بأن العقل نور فيطري مزود مجموعة من الأفكار والمبادئ بمعنى أي إنسان تزاد في هذا الكون هذا كيتزاد بالعقل العقل عنده فيطري ماشي مكتسب يعني كيتزاد بعقله وهذا العقل هذا في مجموعة من المبادئ اللي كتكون فيه ما كنحتاجوش أنك تسبوها في الحياة ديالنا نعطيك مثال مثلا أي واحد مشيت عنده وعطيتي واحد على قرية ديال مثلا كتلي واحد زائد واحد غادي يقول لك جوش يكون قاري ولم يكونش قاري عارف بأن واحد زائد واحد كتساوي جوش هاد الأمور هدي كتسمى بادي هي العقل كيتتقبلها سوف يخوان ذو كيف سلنا ديكارت هاد الأمور هدي وكيقولنا بأنوية شخص كتبقى ثابتة لأن العقل ثابت عند الإنسان بالنسبة للفلسفة يخوان را كتحتاج للفهم را ضروري خسني نعلمكم باش أنكم تفهموا ماشي تحفظوا را بيمكاني نجيب لك موقف ونبدأ نعرضو عليك لكن خسني نعلمك الأفكار تاخدها وبها ممكن تبني واحد الموقف بحال هذه الأفكار اللي اعتيتك را ممكن تستخدمها باش تدير واحد الفقرة اللي فيها الموقف ديال الفلسفة مثلا غا تقول بأن اساسوية شخص هو الفكر انتلاقا من الكوجيتو ديكارت يا أنا هو فكر إذا أنا موجود ويعتبر ديكارت أن العقل هو نرفض شتو كيفاش كتخدموه بها الطريقة هدي لأنا رأي صعب لكم أنكم تحفظوا بزاف ديال الموقف ديال الفلسفة ما تحفظوهنش حرفيا حاولوا تفهموه وكتبوه بطريقتكو صف يا إخوان دابا نمشيو الموقف الثاني ديال جولوك جولوك غا يقولنا بأن اساسوية شخص هو الشعور والداكرة وكيتفق لنا مع الفكر ما كيفضوش كيعتبر الإنسان عندو فكر وكيفكر لكن كيزيدوا واحد حاجة لسميتها الشعور شن هو الشعور؟ هو الإحساس ديالنا ومادوك الإحساسات ديالنا لدينا خمسات الحواس لدينا السمع، لدينا البصر، لدينا الشم، لدينا اللمس، لدينا الدوق هذه الحواسات دائماً كيكونوا مرتبطين بالتفكير ديالنا في التجارب اللي كنديرو في الحياة اليومية ديالنا وكيف تأسسوية الشخص؟ نأتيكم مثل مثلا كنتي كتفرج في شي ماتش هنا كتستعمل الحاسة ديالك اللي هي البصر وممتون راقلك خدام دواعي بذيك الحاجة اللي كتفرج فيها صافي؟ ومني كتدوز واحد لمدة، فين كيترسخ ذاك شي؟ كيترسخ في الداكرة لذلك كنعتبرو بأنه أساسوية الشخص هو الشعور والداكرة وبخلاف ديكارد، جولوك غايقولنا بأن العقل صفحة بيضاء يعني العقل مني كنتزادو حنا كيكون خاوي ما فيه تاشي فكرة وهاد الأفكار هادو كنكتسبوهم عن طريق الحياة اليومية ديالنا عن طريق هاد الشعور وكذلك الفكر هما اللي كيسولينا دو كل الأفكار اللي كيترسخوا في العقل كيقولنا بأن العقل يزود مجموعة من الأفكار عبر تجارب الحياة اليومية ديالنا وأن الشعور والفكر عنصر اللي يقبالين الانفصال دائما الشعور والفكر كيكونوا مرتبطين لأنهم هما باش كنبنيوا واحد جريبة يومية ديالنا دابا مشيو الموقف الأخير ديال شوبنهاور شوبنهاور مختلف بزاف على جولو كو ديكارد شوبنهاور غيقولنا بأن أساسوية الشخص هي الإرادة شنو نقصد بالإرادة هي إرادة الحياة يعني أي إنسان في هذا الكون هذا مني كيتزاد كتكون عندو إرادة الحياة انتي لقا غيم الرادية الرادية كتشوفوه كيوصلوا واحد للاج كيبدأ كيقلب على الحليب من عند الأم ديالو دوك شو اللي كيخليه يقوم بدك التصرف بطبيعة الحال هي الإرادة لأنه بغي يعيش بغي كبر صافي؟ دوك أساسوية الشخص حسب الشوبنهاور هي الإرادة لأن الإرادة هي نواة وجود الإنسان باعتبر أنه خلفه كل ذات عريفة هناك ذات مريدة أي واحد بغي يعرف واحد الحاجة كتكون عندو واحد الإرادة صافي إخوان؟ دوك بالنسبة للشوبنهاور كذلك أنه هوية شخصية هوية تابتة لأن الإرادة ما كتتغيرش عند الإنسان حسب الشوبنهاور وكيقلنا بأن العقل وشعر الدكرة را كيتغيرو لأن الإرادة بوحدة لتابتة صافي إخوان دوك هاد شي ليكين في هذا الفيديو هادا حاولو تبارتجيوه مع الأصدقاء ديلكم خليونا لايك وخليوشي كومنتير لما فهمتوشي هاجا بالنسبة للPDF اللي فيها تشوفي المواقف هنكتب لكم مواقف و هنحطو لكم تحت هذا الفيديو هادا في التسكيبسيو دوك أتمنى إن شاء الله تؤفق الجميع موسيقى